السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم عاملين ايه? يا رب دايما تكونوا في احسن حال. النهاردة مع بعض هنقول حاجة مهمة جدا. عشان نقدر نشتغل اللي انتم شايفينه ده. ونقدر نطلعه مزبوط. لازم نفوك الرموز البطلون عشان نقدر ان يطلع الشغل كويس. كمان في حاجة صغيرة لازم نعرفها. هي ايه? طيب احنا بس الاول آآ نقرب كده اللابست. آآ طبعا هو متقسم لدفاير زي ما انتم شايفين. ما بين الضفيرة والضفيرة في آآ غرزة واخدى خطوط زي ما انتم شايفين كده. طيب الخطوط دي بنعملها ازاي? هي دي اللي انا جاي اقول لكم عليها. هنشوف الاول الرموز البطلون هنشوف هو بيتكون من كام آآ سطر ومضعفات العدد كام عشان نقدر نعمل الفست مزبوط. تعالوا نشوف البطلون مع بعض. بسم الله مع بعض هنشوف احنا ازاي نقدر نقرأ البطلون لاي غرزة. مش شرط الغرزة دي بس او البست ده بس لاي مشروع. اول حاجة بناخد بالنا اني انا عندي فيه ارقام آآ على خط افقي. الارقام دي. انا عندي كل رقم قدامه مربع. يعني واحد قدامه مربع. اتنين قدامه مربع. يبقى كل مربع مترقم برقم. وكل مربع في الخطوط الافقي بتمثلي غرزة. يعني دي غرزة ودي غرزة ودي غرزة. طيب ده بالنسبة الارقام اللي هي الافقية. طيب الارقام اللي هي الرئيسية دي بتمثلي ايه? عندي كل رقم بيمثلي سطر. كل رقم بيمثلي ايه سطر? يعني ده السطر الاول ده السطر التالت ده السطر الخامس ده السطر السابع. ناخد بالنا ان هو هنا عامل الارقام او السطور اللي هي الامامية بس. واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة. طب السطور الخلفية لازم انا من خلال طبعا بقى ايه اه شغل التريكو لازم انا اشتغلهم وكون عارفة هما بنشتغلهم ازاي? ده بيتوقف على اه المشروع نفسه اللي انا شايفاه. طيب خلينا مع بعض نقول احنا هنبدأ على كام غرزة? هو هنا محدد لي من اول واحد وماشي ماشي ماشي لغية ما وصل عند ستاشر. يبقى معنا كده ان احنا هنبدأ على مضاعفات العدد ستاشر. بضاعف العدد ستاشر زي ما نعيزه ستاشر اتنين وتلاتين وهكزا. طيب. اما ايه الجزء ده? جايبوا ليه? الجزء ده اللي هو ستاشر زائد كام? ستاشر زائد عشرة. لو عدناهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة. يبقى احنا بعد ما بنزود الستاشر غرزة يعني بنضعيفهم قصدي زي ما احنا عايزين بنيجي نزود عشر غرزة. يبقى احنا بنبدأ على مضاعفات العدد ستاشر زائد كام زائد عشر. طيب عدد السطور كام سطر? عدد السطور اتناشر سطر. هو هنا لغاية حداشر بس احنا بنشتغل السطر الخلفي. يبقى هما اتناشر سطر. وبيتكرروا من السطر الاول للسطر رقم اتناشر. طيب ده بالنسبة لعدد الغرز وعدد السطور. تعالوا بقى نفسر كل مربع احنا قلنا كل مربع بمثلة غرزة. كل مربع لازم نفك معناه لازم نعرف هو هنشتغله ازاي. انا عندي المربع الفاضي ده معناه غرزة مقلوب في السطور الامامية. طب السطور الخلفية هشتغلها ايه? هشتغلها غرزة عدل. يبقى الاتنين دولم اتنين مقلوب. بنشتغلهم في الخلف اتنين عدل. طيب نيجي ليه الغرزة دي اللي هي خط رأسي. ده بنشتغله ايه? بتبقى غرزة عدل. طيب في الخلف غرزة مقلوب. اللي سهم اللي هو الاسفل ده بيبقى عبارة عن نقل غرزة. عكايني هشتغلها غرزة عدل بننقلها بنغير بنشتغلها على الابرة اليمين. والغرزة اللي بعديها بتبقى غرزة عدل. واجي اقفل الغرزة اللي انا نقلتها على الغرزة العدل. طيب بنشتغلها في الخلف ايه? باشتغلها في الخلف غرزة مقلوب. دولم اللي هي حرف اليو. وجنبه كمان حرف اليو. الاتنين دولم لفتين. بلف لفتين على الابرة اليمين. طيب احنا في اللفتين دولم. هنين نشتغلهم في الخلف ايه بقى? طيب. اه الاتنين دولم خلينا اه يعني نقولهم في الاخر. المهم ان احنا في الامام بنعمل لفتين على الابرة اليمين. طيب بالنسبة للمسلس الجواء اتنين. بنشتغلوا ايه? اتنين عدل معن من اللفة الامامية. طيب في الخلف باشتغل الغرزة ايه? باشتغلها غرزة مقلوب. اللي جنبها دي بتبقى غرزة عيدة. بنيجي بعد كده الاتنين دولم قلنا بيبقى غرزتين مقلوب في الامام. وبعد كده اتنين عدل في الخلف. نيجي للست غرز اللي بقي عندي من الستاشر غرزة. دولم كلهم باشتغلهم عيدل في الامام. وباجي بعد كده باشتغلهم في الخلف مقلوب. لو احنا خدنا بالنا هنبص نلاقي كل السطور الامامية. سطر الاول. التالت. الخامس. السابع. التاسع. باجي. واشتغل كله في السطور الامامية بالغرزة العيدل. وفي السطور الخلفية بالغرزة المقلوب. باجي في السطر رقم حداشر. وبعمل ضفيرة من ست غرز. الضفيرة دي بتبقى ضفيرة شمال. تلات غرز بنشيلهم على اه ابرة اه ابرة الضفيرة ونحطهم قدام الشغل. ونشتغل التلات غرز التانين عيدل. وبعد كده بنرجع التلات غرز مرة تانية على الابرة الشمال وباشتغلهم عيدل. يبقى احنا قلنا الست غرز دولم. في الامام بنشتغلهم ايه? وفي الخلف بنشتغلهم ايه? طيب. لو احنا اخدنا بالنا من الست غرز دولم. هنبص نلاقيهم بيتكرروا عندي في كل السطور. هو هو شغل السطر الامامي. شايفين السطر الاول? زي السطر التالت. زي السطر الخامس. زي السابع التاسع الحضار. هو هو ما فيش اي اختلف. خلاص? طيب. ده كده احنا عرفنا احنا ازاي هنشتغل الستاشر غرزة. بعد ما بنضاعف ونخلص الستاشر غرزة. بنيجي نشتغل العشر غرز اللي بقين عندي من آآ عدد الغرز. اللي اتنين دولم قلنا بيبقوا بالغرزة المقلوب في الامام. وفي الخلف بالغرزة العدل. الست غرز دولم? زي الست غرز دولم بالضبط. سواء في الامام او في الخلف. ونيجي بعد كده اخر اتنين بيبقوا اتنين بالغرزة المقلوب في الامام. وفي الخلف اتنين بالغرزة العدل. طيب احنا كده خلصنا. نيجي بقى لاهم حاجة. ايه هي اللفتين دولم? هنقول عنهم ايه? وناخد بالنا كويس قوي احنا قلنا في الامام بنشتغلهم ايه بنعمل لفتين على الابرة اليمين طف الخلف هنعمل فيهم ايه اه بالنسبة للخلف احنا عندنا اللابست شفناه في بداية الفيديو كان فيه خط هو ده بقى اللي بيديني شكل الخط اللفتين اللي في الامام وبعد كده طريقة شغلهم في الخلف ايه هي بقى طريقة شغلهم في الخلف هنيجي نشتغل اللفة الاولى غرزة مقلوب واللفة التانية هتبقى غرزة عيدين وبكده يديني شكل الخط اللي احنا شفناه مع بعض في بداية الفيديو يبقى احنا كده عرفنا اللفتين في الامام بنشتغلهم لفتين بنعمل لفتين على الابرة اليمين وبعد كده في الخلف باجي اشتغل اللفة الاولى غرزة مقلوب واللفة التانية غرزة عيدة يبقى هو ده اللي هيدييني شكل اللفتين كده خلاص احنا قلنا شرح البطرون كله خلينا نرجع للفست ونقول نكمل بقية الشرح آآ طيب كده احنا آآ خلاص قلنا احنا هنشتغل البست ازاي عرفنا هنبدأ على مضاعفات العدد ستاشر زائد عشرة عدد السطور بيبقوا عندي اتناشر سطر بنكررهم من السطر الاول للسطر الاخير كمان عرفنا شايفين هو ده اللفتين عرفنا الخط اللي هو بيبقى خطه افقي عرفنا احنا بنعمله ازاي بيبقى لفتين في الامام وبنيجي نشتغل في الخلف اللفة الاولى غرزة مقلوب واللفة التانية غرزة عيدة ودي طبعا بتبقى الضفيرة اللي تكون عندي من ست غرز آآ كده احنا خلاص خلصنا آآ شرح البطرون وعرفنا ازاي الغرزة بننفذها طيب آآ هتسألوني آآ سؤال ودايما انتو بتكرروا السؤال ده وده احنا هنبدأ على كام غرزة لمقاس آآ او ميديم او لارش هقول لكم تاني اني لازم نتبع الطريقة السليمة عشان يطلع معايا اي مشروع يطلعنا تكتو كويسا ايه هي الطريقة السليمة ان انا بجيب الخيط اللي انا هعمل به المشروع واعمل به عينة وايس العينة آآ العرض والطول واعرف كام آآ غرزة انا بدأتها بتساوي كام سنتي وكام سطر برضو بيساوي كام سنتي لازم اعرف العينة دي عدد آآ السنتي مترات قد ايه وبناء عليه انا ببدأ واعمل العدد المطلوب لاي مقاس هي دي الطريقة السليمة ولازم اتبعها موجود عندكم فيديو في القناة بيشرح الطريقة كويس آآ احنا طبعا ده فيست زي ما انتم شايفين آآ بنيجي آآ نعمله الحردة آآ طبعا الحردات موجودة برضو طريقتها في القناة ودي بتبقى آآ سبعة آآ بنيجي بعد ده بنخلص الحردات آآ بنيجي نعمل في عند الحردة وبلسية عند الرقبة اللي هي السبعة آآ كده احنا آآ خلاص احنا خلصنا ده من الامام خليني اواريكم شكله من الخلف هو ده شكله من الخلف شكله من الخلف بشغله تقريبا زي الامام بس طبعا بنيجي هنا آآ التقسيم ما بتختلف ما بنكملش لغاية فوق شايفين اتلق الدافرتين دولا ما بنكملش لغاية فوق ونيجي كمان آآ بنوقف كل الغرز في المكان ده وبعد كده بنكمل سطر عيدل وسطر مقلوب يبقى احنا كده شفنا شكله من الامام وشفنا شكله من الخلف آآ اتمنى ان يكون الشرف واضح وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم في حاجة صغيرة بس قبل مقفل لازم اقول لكم عليها علشان خاطر آآ تاخدوا بالكو لو انتم شفتوا بطرون في لفتين لازم تاخدوا بالكو احنا هنشتغل وإيه لو لفتين في الامام لان كتير قوي البطرون الغرزة بيديني السطور الامامية ما بيدينيش السطور الخلفية فده اللي هو الخط المستقيم احنا عرفنا اللفتين بنشتغلهم في الخلف اللفة الاولى غرزة مقلوب واللفة التانية غرزة عيدة طيب بالنسبة اللي فيه بطرون تاني انا كنت لست منزله منزله بيه فيديو هو ده ده برضو لفتين جنب بعض وبرضو مش جايب لي السطور الخلفية طيب اللفتين انا عايز اقوليكو بس هنا ده شكل دايرة لكن ده شكل خط مستقيم طيب ازاي ودي لفتين ودي برضو لفتين الاختلاف بيبقى في السطور الخلفية انا هنا في السطور الخلفية بشتغل اللفة الاولى غرزة مقلوب من اللفة الامامية واللفة التانية بشتغلها غرزة مقلوب بس من اللفة الخلفية الشغل ده هو اللي هيديني الدايرة اللي انتوا شايفينها يبقى اللفتين في الامام هي هي نفس اللفتين في الامام للبطرون ده لكن الفرق بس في السطور الخلفية انا حبيت بس اقول لكم اني مش اي رموز اول ما بنشوفها على طول بنفزها لازم ناخد بالنا كويس قوي من الشغل بنشوفه وبناء عليه بنفسر كل الرموز كده خلاص الفيديو خلاص يارب اكون قدرت اوصل المعلومة صح انا بشكر كل ما نشاهد الفيديو وياريت لو عجبكم ياريت تعملوا لايك ولسه ما تشاركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته